يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة هنتكلم كثير طبعا عن منتخبنا الوطني وعدتكم ان احنا هتكلم في بداية كل حلقة عن المنتخب في البداية وبعكير يتكلم عن اي حاجة بس النهاردة اللي هبدأ به حاجة استثنائية لأول مرة هيكون معانا على تلفزيون مصري او عربي اسطورة كرة القدم السويدية واحد من اهم اللاعبين اللي لعبوا البرشلونة واحد من اهم المهاجمين اللي مروا على فرق عظيمة جدا زي منشستر يونيتد اسطورة نادي سلتك الاسكتلندي اسطورة لكل الانداء اللي لعب فيها واحد من المهاجمين اللي كانوا بموهبة ندرة جدا يشرفني وينورني هنا في رقم عشرة على التلفزيون المصري المهاجم السويدي اسطورة كرة القدم هنريك لارسن نجمي نادي برشلونة ومنشستر وسلتك وعدد كبير من الانداء فيه السابق يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة شكرا جزيلا لكم على الصدافاتي بداية انا لا اخفي ساعتي الكبيرة جدا ان انا يكون معايا واحد من اساطيري بشكل شخصي واحد من اهم المهاجمين اللي استمتعت بيهم في جيلي واحد من اللعيبة العظماء جدا احنا هنا في مصر تحديدا نعشق لارسن بشكل كبير جدا شكرا انا سعيد جدا كذلك لتواجدي معك بداية انا عايز اروح معاك لبداية المسيرة العظيمة لك انا عارف انها كان فيها كثير من الصعوبات ولكن رغم الصعوبات الكبيرة اللي وجهتها سواء في وجودك في فريق درجة تالتة لفترة طويلة حتى عمر 21 عام منورا بالاصابات اللي جات لك في اوقات صعبة بس اول سؤال لك هيكون عن اهم مرحلة في حياتك شايفها كاريت اني مرحلة يجب ان اقول حينما انتقلت من هلسنبورغ لفايندر كانت اهم مرحلة لي حينما كنت لاعب محترف وحينما انتقلت ايضا لسلتك في هذا المكان قد صنعت اسمي ومن هذا المكان انتقلت البرشلونة وافست بدور الابطال في برشلونة عملت انجازات عظيمة جدا وفترة عظيمة جدا وبعدها انتقلت لفترة مؤقتة في منشستر يونيتد كانت فترة سمعنا ان انت كنت حابب انك تكملها اكبر من كده لماذا لم تكمل مسيرة طويلة في نادي منشستر يونيتد كنت وقعت عقدا مع هلسنبورغ وذهبت على سبيل الاعارة وكنت لازلت شابا وكان الاتفاق هو اعارة لمدة ثلاثة اشهر وكنت لازلت شابا صغيرا في منشستر يونيتد لو سهلتك بشكل عام هل انت راضي بشكل كبير عن مسيرتك في كرة القدم هل اشبعتك هذه الفترة اللي كانت عظيمة وفيها انجازات كبيرة ولا كنت حاس انه في انجازات اكبر من كده ممكن تعمل لا لا انا سعيد وراضي جدا عن مسيراتي كانت مسيرة طويلة وحافلة انا لعبت في كثير من الاندية الكبيرة في اوروبا لعبت مع منتخب بلادي في كأس العالم وامم اوروبا انا انا راضي جدا عن مسيرتي